على وقع زيارة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين المتكررة إلى المنطقة برز الحديث عن الدور الأمريكي في المنطقة فالسياسات الأمريكية الداعمة بقوة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليست إلا امتداداً لسياسات واشنطن الثابتة في دعم إسرائيل وتثبيت أركانها على مدى أكثر من 75 عاماً من عمر الصراع العربي الإسرائيلي وقد مارس وزير الخارجي الأمريكي الراحل هنري كاسنجر والذي توفي اليوم مارس دوراً واضحاً في هذه السياسات كما ساهم في صنع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل فور إعلان قيامها عام 48 من القرن الماضي استمرت واشنطن بتقديم جميع أشكال الدعم لإسرائيل على مدى 75 عاماً لتثبيت وجودها في الشرق الأوسط باعتبارها شريكاً حيوياً واستراتيجياً لمواجهة السوفييت آنذاك وحلفائهم من القوميين والثوريين العرب من جهة والحفاظ على مصالحها في المنطقة من جهة أخرى ما سبق ذكره يمثل عماد السياسة الأمريكية في الصراع العربي الإسرائيلي ضمن سياق هدف استراتيجي يكمن في حماية أمن إسرائيل وسلامتها وضمان تفوقها الإقليمي على جيرانها تشير تقديرات إلى أن حجم الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ قيامها تجاوز 200 مليار دولار جاء أغلبه على شكل دعم عسكري على صعيد الدعم الدبلوماسي استخدمت واشنطن الفيتو لصالح إسرائيل وضد الحقوق العربية 45 مرة منذ عام 72 حتى العام الحالي أبرز محطات التدخل الأمريكي التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي تمثلت بصياغة واشنطن اتفاقية كامب ديفيد لسلام بين مصر وإسرائيل بعد تولي جيمي كارتر منصبه مطلع عام 77 بدأ حراكا مكثفا لإيجاد حل شامل للنزاع بين إسرائيل والدول العربية لكنه سرعان ما تقلص إلى إبرام اتفاق ثنائي بين إسرائيل ومصر كان ثمرة محادثات مكثفة قادتها الدبلوماسية المكوكية لهنري كاسنجر في أعقاب حرب عام 73 ما وصفت بالتجربة الناجحة لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أغرت واشنطن لرعاية مؤتمر مدريد لسلام عام 91 إلى الجانب الاتحاد السوفيتي وقد أرادت واشنطن من هذه المحادثات إنجاز عملية سلام شاملة بين العرب وإسرائيل أخفقت واشنطن في تحقيق هذا الهدف لكن المؤتمر كان نوا ومنطلقا لإبرام اتفاق تاريخي عام 93 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عرفة باتفاقية أوسلو في شهر أكتوبر من عام 94 أثمرت دبلوماسية واشنطن توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اتفاقية السلام السليفة الذكر كانت حصيلة جهود أمريكية دبلوماسية مكثفة يقول باحثون إن هدفها اشراك إسرائيل في تفاعلات المنطقة العربية وتخفيف حدة العداء لها وفي هذا الإطار أيضا تأتي رعاية واشنطن لما سميت باتفاقية أبرهام للسلام خلال السنوات الماضية أعلنت واشنطن مرات عدة عدم تخليها عن حل الدولتين وأعربت عن دعمها أي مفاوضات في سبيلي ذلك لكنها لم تمارس أي ضغوط جدية على الحكومات الإسرائيلية لكن التطور الأبرز في السياسة الأمريكية حيال الصراع في الآوين الأخيرة تمثل باعتبار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها لم تتراجع إدارة رئيس جو بايدن عن هذا الإجراء رغم إعلانها تأييد حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان بل إنها واصلت دعم إسرائيل أبرز تجليات هذا الدعم تمثل بالجوانب العسكرية والسياسية والدبلوماسية والمادية الكبيرة في العضوان الإسرائيلي الحالي على غزة ومحاولات إيجاد صيغ جديدة لشكل القطاع بعد انتهاء الحرب